دور المجموعات ضد سانداونز في جنوب أفريقيا يعني بتكلم على ماتش مخلصينه من يومين ومسافرين بكرة جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا أقل حاجة بالطيرة سبع ساعة أقل حاجة ولعب ماتش النهاردة وبعديها بيومين التالت هتلعب مع سانداونز في سانداونز اللي زي سمعته حضراتك وقاريته ان هو فاتح الملعب مجانا لكل الجماهير عشان تيجي تشجعه طيب انت هنا موقف صعب حطينا نفسنا في موقف صعب آه لنا جزء من المسؤولية فعلا صح بس أنا بلعب باسم مين أنا بلعب باسم مصر مين اللي مشرف مصر في جميع المحافل الدولية النادي الأهلي والمنافسين هيقولك النادي الأهلي ولو مش النادي الأهلي هو اللي في المكان دا كنت برضه حطالب بالكلام اللي أنا يعني طالبت بي قبل كده وإذن من طين وإذن من عاجين ليه ربطة الأندية اللي أنا بحس أحيانا إنها فرحانة إنها بتحط العرقيل والصعاب في مسيرة النادي الأهلي يعني أنا عندي إحساس إن لو قدر الله لو حصل حاجة للنادي الأهلي في البطولة الأفريقية للأسف في ناس هتفرح هنا للأسف في ناس مسؤولة هتفرح هنا يعني أنا بتكلم باسم النادي الأهلي بواحد أهلاوي واحد أهلاوي متدايق من اللي بيحصل في النادي الأهلي الفترة دا ما عرفش الغرض إيه الغرض بالنسبة لي مش كويس بتلاعب النهاردة فرقة كويسة يعني فرقة كويسة جدا ويمكن بيعيش أفضل مستوى ليه من فترة بيقدم كرة كويسة يمكن من السنة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم كان نادي المقولين العرب بيعاني من إن هو في منطقة مش كويسة وكان على وشك الهبوط ولكن حصل تغيير في الجهاز الفني وجه الكابتن شوقي غريب الكابتن شوقي غريب عمل طفرة طفرة في خلال كم أسبوع أو آخر مباريات مع فرقة المقولين العرب من فريق كان بيكافح علشان يقعد في الدورة لفريق احتلف إنها أعتقد مركز التامن كابتن شوقي غريب ألب شكل المقولين العرب السنة دي ماشي بخطة سابتة نزل بمعدل أعمار في فرقة المقولين عمل توليفة كويسة من الشباب جاب لعيب أو اتنين من الأفارقة وهو مدرب متميز جدا لأنه بيعرف يقرأ الماتشات كويس قوي وبيعرف يلاعب الأندية الكبيرة كويس قوي ولو تتذكروا حضراتكم مباراتنا مع المقولين في كاس مصر الموسم الماضي اللي تلاعبت في شهر دسمبر كسب النادي الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي و الوقت الإضافي كمان من صعوبة المباراة في الفترة دي زي مولت لحضراتكم اللي بيزيد من من الصعوبة التوقيت توقيت نتيجة ضغط المباراة فيه لعبة كتير بتعاني من إجهال لما تيجي نتكلم عشان بس نقف نتكلم في الحتة دي بصورة منطقية شوي أنا بقول إيه فيه لعبة مش كل اللعبة لأن الناس تقولك طي الله طيب ميستر كولر بيعمل تدوير وميستر كولر بيعمل تدوير ليه لما بنلاقي كل ماتش خمس ست لعيبة أنت بتكلم على نص ستيم بتبقى متغيرة يعني هذه أعمالية تدوير شغالة فأنت بتكلم عن إجهاد إزاي أيوة إجهاد طبعا أنت بتلع أنت روح تكسل عالم لعبت أربع ملشات تقال جدا في 11 يوم كل اللعيبة لعبت كل اللعيبة لعبت فيه لعيبة أجهادة فيه لعيبة صابت رجعت من كاس العالم أجواء تانية مختلفة تماما أجواء تانية مختلفة تماما دخلت على بطولة أفريقيا لعبت الهلال في السودان بعدها بتلت تيام رجعت عشان تلعب أسوان فأسوان أنا ما بقولش تلت تيام هي يومين والتالت بتلعب أسوان فأسوان في بطولة مختلفة لعيبة لعبت ولعيبة رياحت ولعيبة للأسف اتعورت وتصابت وبعدت ففيه إنت بتكلم لو إنت بتكلم أن أنت بتدور في تلت أربع خمس لعيبة بس أنت عندك نص فرقة لا مجهدة نص فرقة مجهدة بتعتمد عليها كعناصر أساسية تفرق معاك في أي ماتش يعني أنا النهاردة ربنا يكون في عون ميستر كولر هو الراجل بيعب ماتش النهاردة وعينه وتفكيره على ماتش سانداونز مش عارف يعمل إيه النهاردة المفروض إن هو لازم يكسب إن شاء الله لازم يكسب بإذن الله وفي نفس الوقت خايف إن هو يلعب للأسيين كلهم حد منهم من اللي هو محتاجه في الفترة دي اللي هم متحين بالنسبة له اللي هم بعيد عن الإصابات خايف حد منهم يحصل له حاجة يوم ما قلت لما يحصل لقدر الله حاجة لحد النهاردة أنت مش هتلحق يعمل استشفى استشفى إيه ده أنت مسافر بكرة وبعد يومين في ماتش تاني ما فيش وقت لا استشفى ولا صحيح أخطاء ولا أنك تتكلم ما فيش حاجة خالص فالراجل ربنا يكون في عونه النهاردة في لعيبة مجهدة آه في لعيبة مجهدة في شوية عرقيل وشوية صعوبات بتضحط في طريق النادي الأهلي آه في فده بيزود أكتر من صعوبة ماتش النهاردة ميستر كولر ولعيبة النادي الأهلي بصوا احنا كلنا كنا لعيبة لما بيكون عندنا ماتشات يعني في بطولة مهمة وماتشات مصرية غصبة عننا تفكيرنا بيروح فيها غصبة عننا مهم كم الإصابات كم الغيبات نتمنى النهاردة إن شاء الله إن النادي الأهلي يقدر يتحدى هذه الصعاب ويكسب ماتش النهاردة وأنا بقول يا رب نطلع النهاردة بأقل نوع من الخسائر إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الله رب العالمين وبداية من ماتش اليوم والماتش المصيري الصعب اللي هو قدام سانداونز يوم السابت الجاي خلصت كل كل كلامي إنما قبل ما ما يكلم فيه أمور فنية أخرى وأتكلم عن كم الإصابات واللعيبة بالأسماء اللي هتغيب عن النادي الأهلي النهاردة واللعيبة المرشحة إنها تعود مرة أخرى خلينا نروح لفاصل نرجع لحضراتكم بعد هذا الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم اشتركوا في القناة